في المستقبل انتشر نوع متحور من مرض الصهار اللي الناس بيسموه جنون الكلاب في كل حتة في العالم وتنقل بسرعة من الحيوانات للبشر اي حد بيتعرض للعض بيتحول لوحش خلال 90 ثانية بس وعلشان كده في اقل من وقت قليل بقى فيه اكتر من 7 مليار بني ادم يا اما ماته يا اما بقوا من الوحوش دي الوحوش دي عندها قدرة غريبة على تحمل الالم وعندها عنف مفرد وعلشان كده بيبقوا عايزين يقتلوا اي بني ادم طبيعي العالم بقى خرابة كبيرة وجامعات الوحوش دي بقت منظر طبيعي معتاد الجيش قدر يلم شوية ناس طبيعيين في قاعدة نووية تحت الارض وتعاونوا مع علماء من مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها علشان يعملوا تجارب ويوصلوا لعلاج بس الاول هما محتاجين يلاقوا اول واحد يتحول الوحش علشان دمه ممكن يكون فيه العلاج الجيش مسك شوية من الوحوش دي وحبسهم في اقفاص وبيحاولوا يعرفوا من خلالهم ازاي المرض بدأ مورجان ده واحد مدني اتعد وتصاب بس غريبة انه ما تحولش الوحش باين ان جسمه عنده مناعة ضد الفيروس بس للأسف العلماء ما عارفوش يعملوا لقاح منه العضة دي خلت مورجان يقدر يفهم الوحوش ويتكلم زيهم وعلشان كده انضم لفريق الدكتورة جينا علشان يساعدهم في الابحاث الجنود جابوا واحد من الوحوش هو في قمة الهيجان وحبسوه في كرسي جوه قفص زجاجي العملية بتبدأ انهم بيشغلوا مزيكة والوحوش بتتقلم منها الوحش ده كان بيتلوى من القلم على الكرسي وهو بيحاول يفك نفسه من القيود بس مفيش فايدة ولما بيحسوا نتقلم كفاية مورجان بيقفل المزيكة وبيبتدي يتكلم مع الوحش جو بلغته وبيبعت للدكتورة جينا ملاحظاته على التابلت وبعد ما سمى الوحش جوه مورجان عارف انه من ميني سوتا وانه من اوائل الناس اللي اتصابت مورجان بيحاول يتواصل مع جوه ويطلع منه اي معلومات فبيتكلم معاه على انه احيانا بيحس برغبات عنيفة زي الوحوش وبيبتدي يتكلم عن اللي فاضل من العالم وبيتكلم عن انه بيكره الحياة هنا زي ما الوحوش بتكرهها بالزبط وفجأة الكولينل نوكس بيستخدم المايكروفون علشان يقطع الاستجواب وده بيخلي جوه يدخل في نوبة هاجان تانية مورجان بيخرج من القفص الزجاجي علشان يدي فرصة لجوه انه يهدى لكن نوكس شايف ان ده مضيع للوقت وبيشجع مورجان انه يكمل الاستجواب وجوه القفص جوه بيبدأ ايد جن اكتر وده بيستفز نوكس لدرجة انه بيضرب النار عليه من كتر الغيز وجينا ومورجان بيغضبوا جدا لان جوه كان ممكن يديهم معلومات اكتر وجينا بتهدد نوكس انها تخليه تشلم منصبه لو استخدم سلطته بالشكل ده تاني جوه المعمل بتاعها ومورجان بيضرب بايده على الافص وده بيثبت انه عنده رغبات عنيفة زي الوحوش بس هو بيحاول اكتمها جوه كل يوم وبعد كده مورجان بيهرب للحمام وبيحاول يهد نفسه شوية جينا بتلاقيه وبتقدمه الراحة فبيبدأ يتكلم معاها عن الموقف والضغط اللي هو فيه جينا بتديله دواء بس مورجان بيرفضه وبيعترف انه بيحلم بكوابيس عن مراته اللي اتعدت برضه هما الاثنين بيعترف انهم مفتقدين الحياة البسيطة العادية وبيبدأ بينهم علاقة وبعد دقايق نوكس بيلاحظهم هما خارجين من الحمام مع بعض فبيبتدي التاريق على جينا بسبب علاقتها مع مورجان فبتتهمه انه غيوره وبتقوله ان عمره ما هيبقى ليه فرصة معها ابدا مورجان بينزل للزنزانة تحت الارض وبيقف عند زنزانة معينة في اخر الصف وبتطلع ان الزنبي اللي جوه دي مراته جانت واللي تعضت في نفس اليوم اللي هو تعض فيه مورجان بيديها حقنة فيها مصلي معمول من دمه واللي ما بيعالجهاش للأسف بس على الاقل بيهد العدوى اللي عندها وبيخليها لسه فكرية في الاول جانت بتضرب الحقنة بعيد بس بعد ما مورجان بيطلب منها تتعاون معاه بتقوله انها لسه فكرة المزيكة وبتاخد الحقنة وتاني يوم الجنود بيجيبوا زنبي اسمه بيت وهما بيستعدوا انهم يربطوه على الكرسي بيت بيحاول يقومهم لحد ما بيهرب منهم وبيهاجمهم الرجالة بيحاولوا يمسكوه ودغتر اسكوتر بييجي جاري جوه زنزانة علشان يساعدهم بس للأسف بيت بيعضوا في ايده الفريق بياخد اسكوتر على قط العمليات وهو بيحاول انه ما يتحولش وبيطلب منهم انه ما يسيبهوش يتحول وبيحقنوه بالمصل وجينا بتضطر تقطع دراع اسكوتر قبل ما الوقت يخلص وفي الاول بيبان انه كويس وكلهم بيحتفلوا بس فاجأ اسكوتر بيحصل له صدمة وبيبتدي يتحول والفريق بيحاولوا يربطوه بسرعة قبل ما يتحول بس للأسف ما بيبقوش اسرع من انه يتحول وبيقوم من على السرير وهو بيعمل صوت زمجرة جديدة فبيضطر نوكس ان يضربوا بالنار وبيقولهم ان ده الاسكوتر كان عايزه مورجن وجينا ما بيقدروش ينكروا انه كان عنده حق وبعد كده الجنود بيجي وغسلوا الزنزانة ونوكس بيقرر انه يشرب لحد ما يسكر في الحمام وجينا بتتعرض لانهيار عصب لوحدها بس مورجن بيلاقيها وبيحاول يهديها وبعد كده هما الاتنين بيروحوا نوصوا بالتسكار لابن سكوتر وبيحطوا كاب كيك صغير علشان يعيد ميلاده وتاني يوم بيحاولوا يستجوبوا بيت مرة تانية مورجن بيكون غطبان بسبب موت سكوتر وبيبتدي يستخدم المزيكة علشان يعزب بيت لمدة اطول من المعتاد وبيشغالها وبيطفيها اكتر من مرة علشان يستفزه ولما الاسئلة بتبدأ بيت بيقولهم انه من مينيسوتا برضو وانه تصاب في اكتوبر بس بيرفض يقول اكتر من كده مورجن بيبدأ يغضب اكتر وبيطور وبيحط المسدس على رأس بيت بس بيت ما بيردش عالسؤال وبيقوله اعملها لو تقدر مورجن بيخرج من الزنزانة من كتر الغيز بعد كده جينا ومورجن بيقابلوا الجنرال بيرس وبيشرحولوا ان جو وبيت هما الاتنين تصابوا في مينيسوتا من مجموعة من اوائل المصابين جينا عايزة توسع البحث في مينيسوتا لان فرصة ان المريض صفر ممكن يكون هناك كبيرة جدا نوكس بيشتك من الفكرة دي على طول وبيتكلم عن انها تتسبب في موت جنود اكتر بس جينا بتكمل كلامها وبتقولهم ان الزنبي بيتطوروا وبقوا اسكى واخطر وبتوريهم هجماتهم الاستراتيجية مورجن كمان بيحاول يفكرهم ان الزنبي ما بيعرفوش يكذبه في الاخر الجنرال بيرس بيوافق على البحث في مينيسوتا وبعد الاجتماع مورجن بياخد حقنا لمراته جانت وهم بيتكلموا جانت بتلاحظ ان مورجن عنده مشاعر متضربة ناحيتها وكمان ناحية جينا بس مورجن بيحلف لها انها كل حاجة بالنسباله جانت بتتجنن وبتطلب منه انه يخرجها من هنا وبتقوله انها تفضل انها تكون حرة برة اكتر من انها تكون محبوسة في المكان ده وكمان بتتكلم عن انها بتعيش مشاعر انسانية زي العياط فمورجن بياخد ايدها وبيقولها ما تخفيش لان الحقن دي هتساعدك كل ده ومورجن بيحاول يدار الفلاشباك اللي بيجيله من حياته القديمة مع جانت هو كان مصر وعاوز يخلف طفل بس جانت كانت عايزة تستنى لحد ما يلاقه ام بديلة مناسبة بس برضو كانوا سعداء مع بعض وكان عندهم كود خاص بيهم علشان يوروا حبهم لبعض بعد كده جينا بتاخد عيين الدم من مورجن وبتتكلم انهم لسه ما اكتشفوش ليه هو الوحيد اللي عنده مناعة هي بالرابط كم حاجة على الفران بس ما فيش حاجة نفعت لحد دلوقتي والفران كلها بتقتل بعض ودم مورجن ممكن يقلل مستوى الفيروس في الجسم ويهد العدوى ويقلل العنف كمان بس التأثير ده ما بيستمرش اكتر من خمس دقايق ان تعافي جانت مش مضمون ومورجن بيتدايق في اللحظة دي جينا بتقرر انها تعترف بحبها ليه بس مورجن بيخرج من القوضة وبالليل مورجن بيحلم بليلة الحادثة بعدها هو وجانت كانوا سيئين في المدينة ولما وقفوا عند اشارة مرور اتنين زومبي نطوا على عربتهم وكسروا الازاز مورجن ساء بسرعة لحد ما الزومبي وقعه بس لما العربية وقفت زومبي اكتر نطوا على العربية ومدوا ايديهم من الازاز وعدوا لاتنين هي مش قادرة دار انهيارها العصبي لان ما فيش امل ان مورجن يبديلها نفس المشاعر وفي نفس الوقت نوكس ورجالته بيجوا بالجنود اللي ماتوا في مهمة البحث علشان يحرقوا جثثهم وبعد ما بيحيوا ذكرهم الجنود بيستعدوا انهم يشيلوا الجثث بس واحد من الجنود الميتين بيصحى فجأة وبيهاجمهم بيطلع النزومبي مدني متنكر في شكل جندي عشان يقدر يتسلل للقاعدة والزومبي ده بيبدأ يقتل الدكاترة والجنود واحد وردتاني من غير تردد ونوكس بيحاول يتسلل علشان ياخد مسدس ومستنى اللحظة المناسبة علشان يضرب وبيبدأ صوت الانذار يدوي في المعامل وبعد فترة قصيرة جنود اكتر بيجوا للمشرحة ونوكس بيبدأ يدور على العدوه اللي اختفى واحد من زمائلهم اللي لسه ما تحولش جديد بينط عليه فبيضطر نوكس انه يضربه بالنار وهو بيتحرك في اللحظة دي الزومبي المتخفي بينط عليه وبيحاول يهجمه بس قبل ما يعدوا مورجن بيجي وبيشد الزومبي بعيد الجنود عايزين يضربه بالنار بس مورجن بيطلب منهم انهم يسيبوه علشان يستجوبوه ونوكس بيحط المسدس على رأس الزومبي واللي بيصدمهم انه فجأة بيسلم نفسه ليهم وبيطلب انه يتكلم مع مورجن الزومبي ده بيتحط في الزنزانة الزجاجية والمزيكة بدأت تشتغل بس الزومبي مش بيتأثر هو بس قاعد وبيطلع السجارة وبيشربها وكمان لولا ان لون عينيه مختلف محدش كان هيعرف انه زومبي الجنود لقوا كارني جامعة معاه فمورجن بيسميه البروفيسير والاستجواب بدأ بس البروفيسير مش مرعوب وبيجاوب باجابات فلسفية غمضة هو بيعترف انه كان بيدور على مورجن اللي طلع انه مشهور في مجتمع الزومبي ولما مورجن بيسأله ليه المزيكة ما بتأثرش فيه البروفيسير بيفسر انه كل زومبي مختلف زي البناءات مين بالزبط وبيوريهم انه قدرة مورجن على الكلام مع الزومبي هي برضو نوع من انواع العدوى الفريدة وده بيدايق مورجن واللي بيصر على انه مش زومبي البروفيسير كمان بيقول ان الزومبي دول نوع متطور اكتر من البناءات مين واللي بيهدو او بيدمرو زي ما هم عايزين وبعد كده بيحكي لهم عن ازاي هو تصاب اليوم ده كان بيدموا حاضرة في الجامعة وامراته كانت بتتصل بكتير جدا فخرج برا علشان يرد عليها ولما مراته قالت له على الفوضى اللي بتحصل في المدينة البروفيسير سمع صوت في الفصل وبص وراه لقى جحافل من الزومبي وبيخترقوا المكان وبيهاجموا كل اللي فيه البروفيسير حاول يجري بس الزومبي كانوا بييجوا من كل مكان وطلاب مصابين نطوا عليه وعدوا وجسمه تحول بس دماغه كانت لسه صحية كفاية انه يرجع بيتهم بس اول ما شاف مراته وبنته الفيروس حرق غضبه الداخلي وخلى جسمه يا كلهم هما الاتنين مورجان بيحس بالقرف من القصة دي وبيقوله انه ما كانش عنده تحكم في نفسه بس البروفيسير ببساطة بيقوله ان الزومبي اتطوره فوق حدود الانسانية هو مش شايف ان فيه حاجة اسمها المريض صفر وبيبدأ يطنش الاسئلة وبيحط اللوم كله على الحكومة والنظام وده بيخلي مورجان يتهور ويضرابه قبل ما يخرج من الزنزانة وبعد ما بياخد وقت علشان يهدي نفسه مورجان بيرجع للزنزانة وبيقبل انه يشرب صجارة وبيعمل نفسه انه بقى صاحبه البروفيسير بيغيزه اكتر وبيبتدي يتكلم عن جانت وبيقوله انها محتاجتش علاج لان الزومبي هم الحل لعدوى البنقادمين الكلام الفلسفي بيستمره ومورجان بيبدأ يلاحظ ان البروفيسير بيضيع وقته بشكل متعمد مورجان بيبدأ يشك فبيستخدم جهاز علشان يعمل اسكان للزومبي ولما بيلاقي انه مفيش حاجة بيجري على الزنزين وبيلاقي بيته وبيشاركه نظريته ان البروفيسير اتمسك متعمد علشان دي كانت خطة علشان يسمحه لبقى الزومب انهم يهربوا ولما بيت بيحس ان مورجان هيئزه علشان يتكلم بيحاول انه يموت نفسه وبيقع مغم عليه ومورجان بيستخدم الاسكانر تاني وبياخد اشارة فبيشوق جرح في جسم بيت وبيلاقي جهاز تتبع مستخب جواه ونظريته بتطلع صح بيت ساب الجنود تمسكه متعمد علشان الزومب التانيين يلاقوا مكان القعدة وده بيأكد انهم بقوا ازجى فعلا وانهم بيخططوا للهجوم مورجان بيجري علشان يحذر بيرس من الخطر اللي جاي فبيرس بيؤمر بعمل اغلاق كامل للقعدة للأسف الزومبي بيجوا جوه قبل ما يلحقوا يخلصوا تأمين المداخل وبيبتدي حمام دم لما اللاجئين بيتقتلوا من غير رحمة واحد من الزومبي بيختارك كل الزنازين وبيخرج كل المساجين وبيزود عدد جيش الزومبي الجنود بيحاولوا يفتحوا النار بس اعدادهم مش كفاية والزومبي بيستمروا في التقدم وهم عملين يقتلوا كل اللي في طريقهم وجحافل الزومبي بتجري في الانفاء والمعامل بتتاخد كمان وبيبتدي كل الناس تجري في زعر اكتر لما ناس اكتر بتتقتل ونوكس بياخد جينا من طريق هروب امن وبيحاول بيرس انه ولحقهم والزومبي بيمشوا وراهم لكن نوكس بيرمي بيرس برصاصة علشان الزومبي يكلوه وده بيدهم وقت علشان يهربوا في الاسنسير جينا اللي بتبقى مصدومة من اللي حصل بتزعق لنوكس بسبب افعاله لكن نوكس بيقولها ان التضحية ضرورية علشان يعيشه وبتغضب جينا وبتاخد مسدسه وبتوقف الاسنسير عايزة ترجع للمختبر علشان تجيب عيناتها لان ابحثها هي امالهم الوحيد لكن نوكس بيرفض وبيحاول يمنعها ومع الصراع ده بيدرب المسدس بالغلط وبيتقتي لنوكس ومع استمرار المتبحة في كل حتة في القاعدة بتحاول علمها انها تهرب في مختبر الفران لكن زومبي بيلاقيها وبيهاجمها على طول وبيخبط القفص في الارض ودلوقتي الفران المصابة بقت طليقة برا القفص وفي نفس الوقت مورجان بيجرع الزنازين علشان يخرج جينات ويهربوا مع بعض مورجان بياخد الفس في طريقه وفي الاخر هما بيلاقوا جينا اللي شايف انهم يطلعوش جينات لان الحقن كانت مؤقتة بس مورجان بيرفضوا ان يسيبها في اللحظة دي زومبي بيظهر وراهم بس جينا بتقتله على طول وبتقولهم انها ترجع تجيب عيناتها مورجان وجينات بيمشوا وراها على التلاجة بتاعت المعمل ولما جينا بتاخد اللي هي محتاجاه زومبي بيظهر وبيحاول يهاجمهم بس مورجان بيضربوا بالفاس وفي نفس الوقت البروفيسور بيصدر صوت زمجارة عالي جدا وبعد فترة قصيرة كم زومبي بيجوا علشان ينقذوه وبنرجع للتلاتة وهما بيحاولوا يطلعوا من فتحة التهوية وبيحاولوا يتجنبوا كام سلك خطر في طريقهم ولما بيبدأ الزومبي يتحرك جينا بتشوف منطقة اللاجئين من خلال الشبك وبتتفاجئ لما بتشوف المتباح اللي حصلت وزنهم بيخلي الشبك يقع والزومبي دلوقتي عارفين مكانهم والتلاتة بيحاولوا يستمروا في الحركة وبيلاقوا الطريق مسدود بزومبي فار وبيحاولي هجمهم بس جانت بسرعة تمسكه وبتقتله بإدها وبعد كده هما بيلاقوا ان الزومبي ابتدوا يطلعوا من فتحة التهوية هما كمان والتلاتة بيستعجله ومورجان بيضطروا ان يرفع الزومبي لحد ما فتحة التهوية تتكسر وبتوقع الزومبي على الأرض على طول مورجان كمان كان هيقع بس جينا أنقذته في اللحظة الأخيرة وفي الآخر هما بيوصلوا للجراش عند العربيات والبروفيسور مستنيهم هناك بيقولهم إن جاء القاعدة علشان يقتل مورجان لأن دمه ممكن يمنع الزومبي إنهم يكون لهم مستقبل وبيقول إن مورجان هو نسخة الزومبي من المريض صفر ومورجان والبروفيسور بيبدأوا يتخنوا والستات بيحاولوا يساعدوا بس البروفيسور بسهولة بيهزمهم هما الاتنين والتلاتة بيستمروا في الخناقة باستخدام كل حاجة في القوضة والبروفيسور بيوقع مورجان لكن مورجان بيحاول إنه يرجع ويخل البروفيسور يقع على مصورة وبيتئذ مورجان برضو في العملية دي هو كمان والبروفيسور قبل ما يموت بيصرخ تاني علشان يلم حجد كبير من الزومبي وبيبدأوا هما التلاتة في الجاري لكن لما بيوصلوا للباب جانت بتقولهم إنها تفضل وراء علشان تبطأ الزومبي وبيرفض مورجان فجانت بتقوله إنها حامل علشان تلهيه وبتقفل الباب وبعد ما بيعاية مورجان على مراته بيطلع مع جينة من خلال مخرج طوارق بيودهم للغابة وفي زومبي حواليهم لكن مورجان بيبقى واثق إنه ما هيقدروا يهربوا لأن عنده موتوسيكل مخبي قريب فبيركبوا عليه وبيعدوا بسرعة من خلال الغابة والزومبي بدأوا يطردوهم من بعيد ودي كانت نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة سلام